طاقتك لهذه القراءة برج الجديد، طاقة الحبيب، مشاعرك، مشاعر الحبيب، نواياه، خطوته القادمة، ومصير هذه العلاقة، وهذه نصيحة. طاقتك لهذا الإسبوع هي طاقة احتفالات وفرح وسعادة. فأنذر تحتفل مع أصدقائك مسرور تعيش حياتك. طاقة الحبيب هي طاقة السحر، هي طاقة قوية جداً. أنت هكذا تراه، وهو احتمال أنه ينتظرك أن تكلمه. هو في استعدال أنه يكلمك، ولكنه سوف لن يأخذ طريق المبادرة إليك. هو ينتظرك أنت لكي تكلمه. فهو مجروح منك، هو غاضب منك، وهو ينتظر أنك أنت من يصالحه. فأنت هنا تعيش حياتك، أرى تتعيش حياتك، وهو حزين. من الأغلب أن هناك علاقة ثلاثية جعلته بهذا النوع. طاقة هذه القراءة، طاقتك، أنت، هي الإمبريس. أنت في طاقة انسجام جسدي وروحي، أو طاقة نجاح وحب متبادل. ربما أنت في زواج، وعندك أولاد، أو أنك في علاقة حب متكاملة، وهناك طاقة تجديد في حياتك. وإن كنت متزوج أو متزوجة، فأنت الأم المثالية، والزوجة التي يتمناهك الإنسان، وحياتك تمر بوقت جميل جداً. أما طاقة الحبيب، فهي طاقة الشيطان، وهذه الطاقة بشكل عام هي طاقة سلبية، وطاقتك أنت في هذه القراءة هي طاقة جداً إيجابية. طاقة الشيطان هي تدل هي هنا على أن طاقتك هنا طاقة الشيطان. كما قلت جداً إيجابية، طاقة الحبيب هي طاقة الشيطان. فاحتمال بأن هذا الحبيب يغار عليك بشكل جنوني، أو أن لديه طاقة غضب وغيث كبير، بسبب أنك قطعت معه بالكلام، أو تباعدت عنه أو عملت له بلوك فهو غضبان منك جداً، أو أنه يغار عليك جداً كما قلت، وعنده طاقة جسدية جداً عالية تجاهك. مشاعرك أنت، ما هي مشاعرك بتجاه هذا الحبيب؟ أنت تشعر بالتشويش وعدم الوضوح، ولا تعرف ماذا تريد، وأنت الآن محتار بالاستمرار معه في هذه العلاقة، أو الابتعاد، أو أنك متباعد عنه بالفعل، وقطعت معه جميع طرق التواصل، وعملت له بلوك. احتمال مشاعر الحبيب مشاعر الحبيب هو يشعر بأنه تسرع ربما وتلفظ معك بكلام سيء، وهو يشعر بأنه محتار كيف يدافع عن نفسه ليصلح معك الأمور، فهو يريد إصلاح هذه العلاقة معك، وإرضائك، ودفاع عن نفسه، أجد أن هذا الحبيب نادم، ولكن كرمته عالية، فهو سوف يبتعد قليلا، خوفا من ردة فعلك تجاهه، وهو سيعطيك وقتا لكي تهدأ، وسوف يتواصل معك روحيا، أو يتواصل معك بالروح، ويتواصل معك بالفعل، سوف يتواصل معك، فهو عنده إنجذاب عالي جدا تجاهك، وإعجاب شديد، هذه هي نوايا، هذه هي نوايا، ورق النوايا، سوف يتواصل معك، لأنه يحبك، وعنده إعجاب شديد تجاهك، فهو يراك في غير الجمال، ونواياه هي التواصل معك، وأيضا نواياه أعتقد بأنه سيهتم بنفسه، وبشاكله، ولباسه، وجسمه، وجماله، وربما سيلعب الرياضة أيضا، لكي يلفت نظرك، ويحاول، سيحاول أن يجد طريق للتفاهم بينكم، خطته القادمة، خطواته القادمة هي الصدق معك، والصراحة، وقول الحق، وإذا كان قد أخطأ معك في الماضي، فهو سيعيد لك حقك، إما إذا كان مادي أو معنوي، وسيعاملك بالعدل، وبالطريقة التي أنت تعامله فيها، فأنت الإمريس، مالك الأنوثة، وسيعاملك بالطريقة التي تعامله بها أنت، وهو يحبك ويريد الزواج منك، وأن كنتم متزوجين بالفعل، فهو يريد إصلاح هذه العلاقة وأخذها إلى مرحلة استقرار وحب وسعادة. أما مصير هذه العلاقة، شاب النقود، هي أنه ينوي هو على بداية جديدة معك بكل صدق وحب وتفاهم، وإعادة شعلة هذه العلاقة كما كانت في السابق، كما كنتما في السابق، وكما ولو كانت جديدة منذ البداية، وستكون هذه العلاقة، وسيعطي هذه العلاقة كل اهتمام وثقة. أنا أجد بأن هناك عودة، فرصة كبيرة للعودة، والمصالحة بالنصف الثاني من شهر أغوست. ماذا تنصحنا هذه البطاقة؟ تقول لك هذه البطاقة افتح عينيك للحب مرة أخرى، وكون متسامة، فهذا شخص عصبي، أنا أجده عصبي، ولكنه طيب القلب، ويحبك كثيرا. شكرا لكم على هذه المشاهدة، وأتمنى أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم. اشتركوا في القناة شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا لكم.